جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين موقف واشنطن الرافض لامتلاك إيران لسلاح نووي ورحب في تغريدة على حسابه في تويتر بروب مالي الذي عينته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن كمبعوث أمريكي خاص إلى إيران كما شدد على أن الديبلوماسية هي أفضل سبيل لضمان عدم حصول إيران على السلاح النووي توفي أربعة أشخاص في جينيا بمرض إيبولا وفق ما أفاد وزير الصحة في أول ظهور لهذا المرض منذ خمس سنوات في هذا البلد الإفريقي وقال الوزير إيرميل لما أن المسؤولين قلقون جدا بشأن الوفيات وهي الأولى منذ تفشي الوباء الذي بدأ في جينيا بين عامي 2013 و2016 وأسفرت حينها عن 11300 وفات في أنحاء المنطقة موسيقى